بخطة الصلحفات تسير أشغال أربعين سكناً تساهمياً ببلدية الحدادة شرق ولاية سقهراس طوابق من الخرسانة الإسمنتية وجدران هو ما أنجز في الثماني سنواتنا الآخرة تاريخ الانطلاق الفعلي للمشروع مستفيدين من سكن تساهمي أربعين سكن تساهمي بدائرة الحدادة والسقهراس هذا المشروع انطلق في سنة 2008 انطلق عنده ربع سنة 2008 حتى 2012 ضد الأشغال كما راكم تشاهدوها هنا من 2012 توقف هذا المشروع والسبب يعود إلى ملكية الأرض كنتابعة لمصالح الغابات المشروع هنا في بلدية الحدادة سكن تساهمي ربعين سكن تساهمي يوم 2008 وهو قاعد ينزل حتى 2012 متوقف لحد الآن نداءات استغاثة رفعها أصحاب السكانات التي تسلموها على الورق بعد أن دخوا المبالغ المالية المتفقة عليها في حساب المؤسسة المكلفة بالإنجاز نطلبهم السلطات أنها تدخل تشوفوا أن الحل للسكانات هذه يبدو المشروع والناس راهم خلصة كانوا راهم خلصة 60, 50, 70 مليون رئيس دائرة الحدادة اكتفى بالتصريح من وراء الكاميرا وكشف وجود بعض العرقيل التي تم استدراكها والمتعلقة بملكية الأرض التي كانت تابعة للمصالح الغابية سكانة الحدادة هي عينة لسكانات لم يكتب لمستفديها تسلم مفاتيحها ليبقى السؤال مطروحاً هل فعلاً تم التسوية الوضعية واستدراك النقائص أم هي مجرد تصريحات لتخذير المستفيدين وذر الرمادي في أعينهم